نكمل أخبار سامير فكري وحمي المطلقين جداً اتقلقوا مع فريق الداخلية هذا الموسم رفض العرض المقدم له من جانب نادي الزمالك في هذه الفترة يعني لما سألنا هو ما بيرفضش نادي الزمالك بشكل مطلق ولكن هو رفض الانتمام للزمالك في هذه الفترة وفضل عرض البنك الأهلي المستقر أكثر في هذه الفترة عشان كده خلاص الراجل بقى لاعب في البنك الأهلي ومش هينضم لنادي الزمالك هو متقلق جداً وأبدع جداً هذا الموسم ولكن النحط تانية سيرجي أكا لاعب وسط الإسماعيلي اللي اتفق مع البنك الأهلي أعلن انضمام له في الساعات اللي فاتت تلقى عرض في الساعات اللي فاتت تلقى عرض من نادي الزمالك اللي ضمه وهو رحب بالعرض واللي خلاه يرحب بالعرض تمسك أحمد حسام ميدو بي اللي الراجل ميدو تكلم كتير عنه وقال انه هو هيفيد الزمالك لو انضم ليه الفريق فسيرجي أكا يعني لسه الكلام بين البنين يعني لايه مهم على فكرة واحد من اللعيبة اللي كانت جيدة مع الإسماعيلي رغم الإسماعيلي بشكل عام كانت حالته سيئة بس هو كان لعب مميز جداً ومؤثر جداً الزمالك قرر بيع شبانة محمود شبانة ليه؟ هم شايفين محمود شبانة ما قدمش إضافات كبيرة خلال الفترة اللي يعيب فيها وان الفريق مش هيبقى محتاجه الفترة اللي جاية عشان كده محمود شبانة تأكد خروجه من قائمة الزمالك فيها البطولة العربية ومش هيبقى موجود بشكل عام مع الفريق في الموسم الجديد والزمالك بيستعد لبيعه كمان الزمالك قرر استبعاد عبدالله جمعة من قائمة الفريق في البطولة العربية عبدالله جمعة مش من اللعيبة اللي أسوريو حاطت عينه عليها هو مش هيبقى موجود في البطولة العربية وزي وزي محمود شبانة غالباً هيتم بيعه خلال الفترة اللي جاية ومش هيكمل مع نادي الزبري ترجمة نانسي قنقر